افتتاح اكاديمية الراجاء كان نعرفك انت سيوس من الاعلاميين اللي وكبتي الراجاء الرياضي في مجموعة من المحطات دياله كيفاش جاك افتتاح احد المعلامة اه الرياضية ويعني واش من طبع الحل غتكون اضافة اه كبيرة لكرة القدم والتكوين ديال اللاعبين في البطولة الوطنية وكرة القدم مغربية بصفة عامة فكيفاش جاك افتتاح اه حضور مجموعة من الرؤاسة حضور رئيس الجامعة الرأي ديالك بصفة عامة افتتاح انا بصفة عامة انا انا مسبالي الاكاديمية ديال الراجاء مفخرة مفخرة بنسبة الكورة بنسبة للراجاء الرياضي وبنسبة الكورة الوطنية بصفة عامة اه كندن ترا سبق لي كيمكن زرتيها اه 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 كندن لانها اه صرح مهم اه بفضل الهيبة ديال جلالة مالك محمد السادس اللي اعطى الارض الفرق راجاء فاش اوصل النهائي كأس علام للاندية الان كما قلتي الحلم اصبح حقيقة انا اللي كانتمنى هو انه هاد الصح يلقى مواريد ديال غنسمي ومعرفش كيف نسمي بالعربية اه دينه فاش اشتاد نعم اه باریا نعم اوس retrouver apex ج الان وان stallخي علام للحواق التالي وانه حيند انه نعم لمركز تكوين وانه هان انا من المركز تكوين نحاولو خلق والاخيل لعبين اللي فاش يتباعوا هذك الان بارتي دي اللي الفلوس طفل اكاديمي بسكو هذك هذك هون كتال مال روتور دانبتيت دونك احنا فاش كات انبسي فلا فورمسيون خس كون باسيون على الاقل على الاقل خمس سانوات من الان هاتي لاخدمتي وبدأي من غدا كان دان هادا اول اللي كين ونتمنى لما يكونش الاهمال من ناحية نفرس لكتور دائما تكون كاتبان زوين لانه صراحة اكاديمي كتشرف نادي الرجاء وكتشرف جميع المحبين دي الفريق حتى من ناحية ديان نحنا كاعلامين داروا قاعد ديال يعني كل المواصفات يعني فغل داتش يوكي ندوات صحفية والاعداء غتكون كتشتغل والاشكال اللي كان في نادي الرجاء الرياضي ما كانش الان كينقاعا كين جميع مواصفات فانتمنى حد موفق نادي الرجاء الرياضي وجميع الانديا المغربية اشعوا ما يوصلوا للمستواتي